كتاب أنوثة عغية هالة محمد غبان إهداء إلى والدي أول أسباب نجاحي وأجمل نعم الله علي شكرا لأنكما كنتم معي ليخرج هذا الكتاب بأفضل أشكاله أحبكما إهداء وراء كل مرأة عظيم رجل إلى ذلك الرجل العظيم الذي أخرج أجمل ما في داخلي وشجعني دائما للوصول إلى طموحاتي إلى لؤلؤتي دانا جمانا أحبكما أستيقظ في منتصف الليل وأمشي متلصصة على أطراف أصابعي حاملة بيد جهاز الوردي المحمول لأحظى بلحظاتي من الهدوء وأستمتع بكتابة بعض الكلمات غلفتها في كتاب أعتبره جزءا من كياني خرج إلى هذا العالم يقال إنما يخرج من القلب يصل إلى القلب وحروف المتناثرة في أصدر هذا الكتاب خرجت من أعماق قلبي إلى كل أنثى تقرأ كلماتي فلتعلم أني كتبتها بحب لك أنت مقدمة إلى متابعاتي في كل مكان أنتن مصدر إلهامي ومصدر تحفيزي دائما لكي أكون أفضل ما يمكنني أن أكون لقد كتبت هذا الكتاب لكن لكي ألهم كن كما ألهمتنني وأبوح لكن بشأن رحلتكن لاكتشاف أهم ما في الوجود وما يصنع الفرق في حياتكن ذاتكن أنوثتكن استمتعي بالرحلة إن شغلنا بالحياة ومسؤولياتها فكان أقرب شيء يمكننا فقدانه هو تلك الأنثى الرقيقة التي بداخلنا لكن مهما ابتعدنا وأهملنا فنحن ناقصات بدونها نشتاق لها ونحاول أن نعود إليها فتلك هي فطرتنا كتاب هذا لكل من اشتاقت للأنثى النائمة في داخلها أيقظيها الآن قد يكون هذا الكتاب نقطة تحول في حياتك إن أردت ذلك يمكنك أن تكون أنثى كما تتمنين واثقة بنفسها لكنها متواضعة طموح إيجابية ناجحة هادئة صوتها ممتلئ بالحيوية والرقة ابتسامتها الجميلة لا تفارق ثغرها حنون قلبها طيب متسامحة تحترم الكبير وتلاعب الصغير إيجابية متفائلة قنوع معطاء محبة مليئة بالحياة يمكنك أن تكون سعيدة الخيار لك نعم يمكنك أن تكون أنثى وأنثى في قمة النجاح تغير لأنك ترغبين في التغيير من داخلك من أعماقك وليس من أجل مجرد التغيير أو لأجل أي أحد أيا كان أتمنى أن تكوني اقتنيت هذا الكتاب من أجلك أنت وليس من أجل شخص آخر أن تعيش دور الأنثى الحقيقية متعة لا تضاهيها متعة لكن إذا لم تكن هذه الأنثى نابعة من داخلك من أعماق روحك وإنما من أجل شخص آخر فإنك لن تشعري بلذتها وستتوقفين عن إظهارها والاهتمام بها إذا لم تجد ردد فعل من من حولك لذا يجب أن تنبع الأنثى من إحساسك بها من الداخل بحب ورضى وإقتناع تام بدون تصنع ولا تمثيل أرجوك إقرأي وطبقي وطوري واستمتعي بأنثتك لأجلك فقط امسحي الماضي ودعيه بكل تفاصيله اغفري لنفسك الأخطاء السابقة وافخري بإنجازاتك ولو كانت بسيطة إننا لا نحي إلا مرة واحدة فاجعل حياتك رائعة وعيشيها بأنثى لينطلق قطارنا يقال إن القطار يمضي ولا ينتظر أحدا لكن قطارنا نحن يقف أمام إصرارنا وأحلامنا وعزيمتنا على التغيير وقف قطار الأنثى لك الآن تفضلي وسعدي كل رقة ودالل سيدتي قطار الورد مليء بالسيدات الرقيقات مثلك لمساتنا الأنثوية في كل مكان بداخله أبيض الجدران وردي الزوايا مزيان بالورود ومغطى بأقمشة الدانتال البيضاء رائحة الفواحات الفواكه تملأ قطارنا ونستعد لرحلتنا الخاصة بنا عالم الإناث بسرية وهدوء ورقة قبل أن تبدأ بالرحلة أتمنى أن تحملي معك دفترك الخاص بنجاحك وقالما صغيرا لتسجلي ملاحظاتك فكتابة الأهداف أول خطوة لتحقيقها ستجدين أيضا مساحة فارغة بعد كل محطة لتسجلي ملاحظاتك أهلا بك في رحلتنا أيتها الأنثى الطاغية الأنثى لننطلق الآن هالغبان 1-4-438 صباح الأربعاء 25 نوفمبر صباح بداية الشتاء ونسمة الهواء الرقيقة وصوت العصافير مستلق على سريري بكسل وأتمنى أن أحظى بساعات نوم إضافية تلمست يدي مكانها بجواري على الوسادة المزينة بالدانتال الأبيض وابتسمت لقد استيقظت قبل لتمارس الرياضة كعادتها تجولت عيناي في أنحاء الغرفة آه كم أحب لمساتها الأنثوية أشعر وكأنني أنام في كوكب الأنثوي أشعر بعنفوان رجولتي عندما أرى أحمر شفاهها وعقدها اللؤلؤي ملقى بعفوية بجوار ملآتها أنوثتها تنتشر في جميع أنحاء عالم الخشن مخالفة أنوثتها لرجولتي تجعلني أشق عالمها الوردي وقلبها الأبيض فتحت باب الغرفة لتقطع حبل أفكاري وعلى وجهها ابتسامة ساحرة رمت علي قبلة الصباح التي لا يكتمل صباحي بدونها مرت من أمامي ترتدي بيجامة بيضاء طاولة من قماش الصاتان الناعم ورائحة عطر الفراول اللذيذ تفوح في أرجاء المكان وشعرها الحرير يرافف مع نسمات الهواء التي دخلت من نافذة الغرفة عندما فتحتها فهذه من طقوسها الصباحية التي أعشقها وما أكثر طقوسها التي أعشقها أتعلمين يا أنثايا الرقيقة أنك دخلت إلى عالم الجامد وملأته بالحياة أتعلمين أنك الحضن الدافئ الذي يحتويني وينسيني هموم الحياة أتعلمين أن قلبك الأبيض ورقة تحديثك وجمال مفرداتك عطائك تسامحك تفاؤلك هي أجمل مدرسة لي أتعلمين وتعلمين وتعلمين أنه لا كلمات في هذا الكون تصف سعادتي بأنوثتك لأنك مرأة رفعت سقف جنوني حد الهذيان حد الإشباع والاكتفاء فلا قبلك أحببت فعلا ولا بعدك صرت صالحا لعشق النساء بلا الفوران قرر التغيير أم باسل عندما وصلت إليا كانت في أسوأ حالاتها على الإطلاق تتنهد بحزن عميق وتشتكي بألم 12 عاما مضت منذ زواجها ولا تزال لا تفهمه حتى الآن تعتقد أنها وصلت إلى مرحلة الطلاق العاطفي فزوجها يعيش في عالم آخر بعيدا عنها هي تشعر أنها تعيسة ووحيدة وضائعة تسلل اليأس والعجز إلى قلبها فقررت التغيير وهنا دائما تكون البداية عندما يشعر الإنسان باليأس الشديد والغضب مما هو عليه الآن فيحول تلك الطاقة إلى قوة شديدة وإصراء على التغيير فيحدث التغيير وتحدث الإنجازات نعود إلى أم باسل أخذت بيدها ورحلنا معا إلى محطة القطار قطار الأنوث والتغيير ساعدت معي بمفردها لم يكن هناك زوجها ولا أطفالها ولا أحد سواها لقد قررت أن تتغير هي أولا ليتغير كل من حولها انتهت الرحلة خرجت أم باسل بروح جديدة وودعتها على أمل اللقاء بها وهي قد أتمت ما بدأنا به وصلتني رسالتها بعد شهر أو أقل بقليل وكان هذا نصها تخيل أنك تسير وحيدا بلا مشعل في نفق قد امتلأت نوافذه بخيط العنكبوت وأحاط بك البرد صمتا لدرجة التجمد في آخر النفق يتكئ بوهن شاب تجعد حتى باتك أنه شيخ كبير ينتظر بنفاذ صبر موعيد قصاصه ذلك حال أمل الذي أوشكت على فقده في نفق الهموم والمشكلات مظلم عابس حتى نوافذ الرجاء والطموح غطتها شباك العنكبوت بعد أن هجرت النظر منها كنت قد فقدت بريق الحب في عين علاقتي بزوجي وأصبح البيت بلا روح أجساد يسكنها الملل والبحث عن عيوب الآخر والرقض نحو إشارة ضوئية تقول خروج يرقد على عتبتها الطلاق الضار فربما بعد أن أنفذ من بين أنياب زوجي سأجد الأفضل منه لكن الفاتورة بالكامل سيدفع أبناء تكاليفها فلن يعود مسموحا لهم برؤيتي وربما ذلك الضار سيمزقهم بالحزن والشتات وسيتوزع محصول سني ذروان على أشباك الفشل فلمحت يوما بلا سابق ترتيب غزل فحدثت نفسي أن أجرب التغيير معها ولما لا إن ضممت إليها فوجدت نفسي في فسحة أمل وقبس الدفء وربما أتمكن به من إعادة إنعاش فؤاد علاقتنا بعد أن توقف منذ سنين والآن الحمد لله أنا أعيش ومع زوجي نكهة حب لذيذة برائحة أغصان الليمون يبادلوني الشوق والسؤال وعاد المغناطيس بيننا إلى وضعية التشغيل نتسامح نتغازل نتعاقر حبا بعد ضماء سنين القليل من التغيير أضاف الكثير من وماضات السعادة إلى حياتي شكرا غزل فجرت عواطفي الجوفية فسال الحب بيننا من جديد مدينة لكي بلقاء المستحيل بفضل الله ثم توجيهاتك رائعة جئت كالشمس المضيء أذاب دفؤها كل سقيع غطى مشاعري ورغبتي فتسللت خيوط أشعاتك بحنان كلماتك ودعمك ونصائحك فأضاءت كل زوايا نفسي وغادرني ظلم بعيدا عني وعن أولادي واستعدت نفسي شبابي أملي وزوجي شمس حنون تشرق باتسامة تفاؤل فتمسك بيد من تعرفهم لتعبر بهم من الظلمات إلى نور الحياة إنسانة ألماسية لمسات صادقة الكلمات من عرفها وهو على مشارف الغرق نجى واستعاد قوارب السعادة ومن غرق ألقت إليه بطوف نجات يبصر به أطرف الشاطئ ليعيد بين أقاربه ويعود للإبحار كقبطان يعرف إلى أين يتجه ببوصلته وكل الكلام يبقى عنها مجحفا فمن الصعب أن تصفها بسطور أو مجموعة جمل فقط إن عرفتها فكن على يقين أنك دخلت الجنة قبل أن تقوم الساعة يمر علي في خطار الكثير والكثير من أمثال أم باسل لا أعرف من هو زوجها أو ما هي مشكلتها لكن أعرف أنها ليست سعيدة وتحتاج إلى الأنوثة الحقيقية لتكمل بقية حياتها أعطيها بعض التوجيهات فتتغير ويتغير كل شيء من حولها وتصبح حياتها كما تتمنى بل وأروع فقط لأنها قررت التغيير قبل أن تبدأ بالقراءة ارتدي أجمل الحرير ورشي أروع العطور وأشعلي شمعة أنوثتك وقرري أنك ستتغيرين من الآن إلى الأفضل أنك لن تيأس وستتقدمين للأمام دائما عاهد نفسك أن تضعي لها خطة مدروسة واعلمي أن التغيير لا يحدث بين يوم وليلة بين عشية وضحاها ربما تظهر النتائج خلال أسبوع وربما شهر وربما أكثر لكن نتيجة تغييرك ستأتي لا محالة والمهم أن تكون نيتك بتغيير صادقة تغيري للأفضل لأنك بذلك تضعين قدمك على الطريق الصحيح الطريق الموصل للنجاح ومن ثم السعادة وتذكر أنك لن تصل للنجاح إلا إذا أجبرت نفسك على التنفيذ في الأوقات الصعبة أي تغيير من أي نوع قد يسبب لنا قليل من الضيق والتوتر لذلك الكثير مننا لديه خوف من التغيير لكن النتيجة الرائعة تستحق ذلك التوتر البسيط وتجعل نجاح له طعم ونكى أخرى وأعدك بأنه سيأتي اليوم الذي تدمع فيه عيناك سعادة بما وصلت إليه لتغيير الأشياء يجب عليك أن تتغير وإلا فلن يتغير الكثير تحرري منها ربما تكون لديك بعض القيود تقيدك وتمنعك من الحركة والنجاح والتغيير وفي أغلب الأحيان تكون عوائق التغيير من داخل الإنسان نفسه ربما تمنع الظروف الخارجية في بعض الأحيان من النجاح والتقدم لكن الأغلب أن الإنسان هو من يعيق نفسه ويقيدها ويمنعها من التقدم دون أن يشعر كوني وعي بتلك القيود وحطميه وتحرري منها منطقة الراحة والاسترخاء الوقت الآن غير مناسب سأبدأ غدا إلى آخره يمكن لدائرة الراحة أن تمنعك من عيش حياتك بنجاح ومتعة وتقتل كل شيء جميل فيها الحياة ليست مريحة تماما لابد من الاجتهاد للوصول إلى العلاقات الرائعة والأبناء الرائعين والنجاحات والإنجازات وكلها تقع بعيدا عن دائرة راحتك هناك في الجهة المقابلة لذلك لكي تتغير يجب أن تنهض بقوة وتتحرك بنشاط وترقض بعيدا عن منطقة راحتك استعجال النتائج أكثر ما يحبط النساء هو انتظار ردة الفعل واستعجال النتائج إذا كنت قررت التغيير من أجل نفسك ولأجل سعادتك ومصلحتك فلماذا انتظار النتجة إذن؟ تغيير لأن تغييرك هو الشيء الصحيح لأنه هو الأفضل لك وهو ما سيقودك إلى النجاح لأنك بذلك تتركين أثرا وعطرا وسحرا والنتيجة ستأتي عاجلا أم آجلا فإن الله لا يضيع أجر المحسنين تجارب الماضي أحيانا فرص التغيير تأتي متنكرة في تجارب مؤلمة فلا تسمح لأخطاء الماضي أن تتحكم في مستقبلك جميعنا لدينا أحداث وظروف سابقة إما أن تدفعنا إلى الأمام أم تبقينا عالقين في ذاكرة ألامنا انظر لتلك التجارب بإيجابية على أنها تجربة مفيدة تستفيدين منها في المستقبل وتقوي قدراتك تضيف لك معلومات جديدة أخطاء تتجنبها وتتفادينها وإذا لم تكن كذلك فهي رفعت مكانتك عند الله وأكسبتك المزيد من الأجر تسامحي مع كل من حولك أحرق صفحات الماضي بنار التسامح أخرج كل ما في أعماقك في ورقة أو رسالة ثم تخلصي منها وابدأي من جديد لا تجعل الماضي سجنا يحبسك مدى الحياة أتركيه خلفك وانطلقي تبري الأفعال ولعب دور الضحية أهلي هم السبب في فشلي زوجي هو السبب في تغييري وهكذا تضيع حياتك بالتشكي والتمني ليس لأي شخص في العالم القدر على تغييرك وتثبيتك إذا لم تقبل أنت بذلك وإذا كان لديك الإصار والطموح فلن تستطيع قوة في العالم أن تغيرك أغلب العظماء والناجحين كافحوا وعانوا من الإضطهاد والعقبات لكنهم وصلوا وأنت منهم بإذن الله لذلك تحمل مسؤولية حياتك ولا تدعي غيرك يلون لوحة حياتك إذا لونها بالأسود أصبحت حياتك كئيبة وإذا لونها بالألوان الجميلة تلونت حياتك تمسكي بألوانك ولوني حياتك كما ترغبين أنت وليس كما يرغب الآخرون فالناس مشغولون بحياتهم وبالتقدم إلى الأمام لا تتوقع أن يكون اهتمامهم بنجاحك وتغييرك للأفضل بقدر اهتمامك أنت بتطوير ذاتك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أراد ثقي إذا بدأت أنت بالتغير والنجاح فسرعان ما ستجدين الطريقة ممهدا أمامك فالطفل الشقي يحتاج أن تتغير والدته وأن تكون أكثر هدوءا وعطفا للي تغير والزوج المتصلط يحتاج أن يشعر برجولته لكي يعطيك الحرية لست السبب في كل ذلك ولكنك يمكنك تغييره فأنت تقودين لعالم كله إن أردتي فبدل أن تضيع وقتك وجهدك في محاولة تغيير الآخرين ابدأ بنفسك وسوف تندهشين من النتيجة